تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة القابدة لمياه الشرب والصرف الصحي ممدوح رسلان محطة مياه المستقبل بالإسماعيلية التي تم افتتاحها مؤخرا لخدمة 175 ألف نسمة كما شهد رسلان ختم فعاليات بطولة الجمهورية لتنمية مهارات السلام والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات الوجه البحري والتي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية وذلك خلال الفترة من الثلاثين من مايو الماضي حتى التاسع من يونيو الجاري بمشاركة 15 شركة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة